الاسبوع اللي فات كان اسبوع مهم بالنسبة ليا وللبرنامج اللقاء مع افضل لاعب في العالم محمد صلاح وبصراحة انا ما كنتش احلم بنص رد الفعل اللي حصل ورد الفعل العالي طبعا ملوش علاقة بي لعلاقة بمحمد صلاح اللي العالم كله بيهتم باخباره فما حدث الاسبوع الماضي له علاقة بالنجم بالقدوة بالشخص الناجح بالمكافح برمز الشباب العربي والعالمي ان انت ازاي في عشر سنين في مجتمع غربي صعب جدا تقدر تصل ان انت تبقى الافضل او افضل الافضل طبعا من اول ما نزل اللقاء على منصة شاهد ثم تم عرضه يوم الاربع والخميس اللقاء من اول عشر اتناشر ساعة في ظهوره على شاهد اثار الكثير من ردود الافعال وما توقفت امامه ليست ردود الافعال الداخلية انا توقفت بكثير من الفرح لمحمد صلاح والنفسي هكون صريح والنفسي ان انت فجأة لقيت الميديا العالمية كلها بتنقل عن محمد صلاح ان انت فجأة بقيت موجود في الصحافة العالمية بسبب محمد صلاح ارجع للصورة اللي قبل كده لو سمحت محمد صلاح مثلا قال ان هو بيحب صوت تيلر سوفت جمعية محبي وموقع تيلر سوفت حط صورة محمد صلاح وتصريحاته الناس كتير هتقول لي هم عرفوا منين احنا الحمد لله ربنا هدانا ان احنا نزلنا الحوار مترجم والاجزاء بتاعته عليها عنوين بالانجليزية فبقيت وسط العالم العالم كله يقدر يشوفك مواقع انجليزية في بريطانيا مواقع امريكية مواقع هندية فيه هنا موقع هندي موقع الفيفا ايضا موقع ليفر بول مواقع اسبانية مواقع المانية مواقع صينية كلها طبعا غير طبعا مواقع العربية بالالفات ولكن انه تصريحات هذا الرجل يعني ما زاقوقف هنا في الحتة دي هنا لما سألنا محمد صلاح عن رأيه في تصريحات شافي بتاع برشلونة ايه الدنيا تقلبت لانه رد على هذا الامر وقال رأيه في الانتقال من برشلونة هل هو قاعد تعليق المدرب بتاعه كلوب عن تصريحاته عن الانتقال من ليفر بول لبرشلونة واذا كان حيحصل ولا مش حيحصل ردود افعال عالمية كثيرة مش بسببي عشان بس ابقى واضح هو بسبب محمد صلاح مو صلاح مو صلاح مهم جدا